أعوذي بالله من الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا التحليل البيه الوحدة الرابعة الملوئسات الطبية ونواصل الشارع محتويات هذه الوحدة وتناول في هذا المقطع معالجة النفاعات الطبية تختلف المعالجة حسب نوع وكمية النفاعات الطبية وتلخص طلوع المعالجة في الآتي نوعية المعالجة إما أن تكون دفن أو تكون حرق إما أن تكون دفن أو حرق هي نوعين من أنواع المعالجة أو التخلص من النفاعات المدافن هو land fill وتدفن النفاعات الطبية بعيدا عن المناطق السكنية ومن أضرار هذه الطريقة إفساد التربع ومن طرار الغازات تلوس المياه الجوفية إذن طريقة الدفن لها بعض السلبيات لها بعض السلبيات اللي هو منها تلوس المياه الجوفية وانطلاق بعض الغازات الحرق incineration وهي الطريقة الثانية تخلص من النفاعات الطبية وحرق النفاعات الطبية في محارة خاصة من سلبيات تصاعد الأدخنة الملوثة للهواء إذن لها سلبيات أيضا تصاعد الأدخنة الملوثة للهواء للحرق طريقتين مركزية وغير مركزية إذن هناك طريقتان مركزية وغير مركزية مركزية وغير مركزية الطرقة المركزية تم الحرق مركزي وذلك باختيار موقع للتخلص من النفاعات وفوائد هذه الطريقة سهولة التحكم في النفاعات ونوعيتها سهولة مراغبتها والتخلص منها بأغلى تكلفة أضرار الطرقة المركزية زيادة المخاطر بسبب طول المسافة لنقل النفايات لنقل النفايات من مراكز مختلفة التكلفة الزائدة في النقل والتصنيف الصعوبة السيطرة على مصادر ومكونات النفايات التأخر في عملية الحرق ما يسبب نقل العدوى يعني إذا تكومت النفايات لفترة طويلة ولم تحرق في آنها أو في نفس اللحظة فيمكن يكون هناك نقل بالنسبة للعدوى تلويس المناطق المجاورة وهذا أيضا إذا لم يعجل بحرق هذه النفايات الطرق اللامركزية يتم التخلص من النفايات ومواقع مختلفة واسالي متعددة حسب نوع وكمية ومصدر النفايات يعني في كل مستشفى أو مركز صحي يمكن أن نتخلص من هذه النفايات فوائد هذه الطريقة ارتفاع كفاءة التخلص من النفايات ويتكون بكميات غليلة وبالتالي يمكن أن نتخلص منها بسرعة التكلفة ومخاطر النفايات بتكون أقل التكلفة أقل يعني أقل تكلفة في حالة التخلص منها بهذه الطريقة أخذ النفايات من المصدر مباشرة وسهولة التعامل مع مخلفات الحرق لأنها بتكون كميات سهلة غليلة ملائمة لنوعية المخلفات وأضرار الطرق اللامركزية أيضا لها أضرار قرب مناطق الحرق من المناطق السكنية يعني ممكن تكون غريبة من المناطق السكنية التكلفة الزائدة لتعدد المناطق إذا عالجنا النفايات في كل منطقة أو في مركز صحيحة أو مستشفى إذا ممكن تزيد التكلفة الزائدة يعني يمكن التكلفة لتعدد كثرة المناطق التي يتم فيها التخلص من هذه النفايات عدم التحكم في المراقبة لتعدد نوعيتها وبذلك يقل عدد الكفاءات المتخصة في مراغبة هذه النوعيات وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع ونواصل في مقطع قديم